بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السادة المشايخ ضيوفنا العزيز ضيوفنا الشرف ضيوف مولانا الشيخ محمد المنطقة القليف العام للطريقة المريدية ضيوف طوبة المحروسة عاصمة الطريقة المريدية باختصار نقول لكم أتيتم أهلا ونزلتم سهلا ولسان حالنا يقول ويردد كما قلته آنفا بحضرة شيخنا يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نهن الضيوف وأنت رب المنزل وأقول أيضا كما قال الشيخ الخديم مؤسس هذه المدينة المباركة وهذه الطريقة السنية الصوفية يقول وهو يستقبل الشهر الكريم شهر رمضان الذي إن شاء الله تعالى سيحل علينا عما قريب يقول يا خير ضيف أتاب البشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد نحن أيضا نقول لكم أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد هذه الجلسة المباركة التي تعقد هنا في دار الكبرى أي دار الشيخ القديم أو مقر الخلافة العامة للطريقة المريدية المقر الكبير وهنا في طوبا هذه الجلسة تعقد على شرفكم بأوامر عليا وبمباركة من شيخنا الشيخ محمد المنطقة ابن الشيخ محمد البشير ابن الشيخ أحمد بنبة والذي كان يحرس كل الحفظ على أن يقدركم ويكرمكم في أرضكم وإن كان المرء لا يكرم في بيته لكنه حرس كل الحفظ على أن يكرمكم حسا ومعنا لا شك أنكم الحمد لله ولله الحمد لا تبحثون عن الحسيات ولا عن القرى ولا الضيافات بل أنتم أهل الأرواح فغذاؤكم غذاء للأرواح لذلك الشيخ كلف أخاه وصنوه ومشتشاره الخاص خاصة في الشؤون الدينية والعلمية وهو السيد الفاضل أحمد البدوي معروف بالشيخ أحمد البدوي ابن الشيخ ابن الشيخ الخديم وهو رئيس الجامعة التي الحمد لله تصرفنا تصرف لذلك زرتموها أنفا كلفه الشيخ بأن يعقد هذه الجلسة المبارك ليعرض لكم نبزة يصير جدا عن مؤسس هذه الصاحة المباركة أو هذه الطريقة وعن دعوته إلى الله سبحانه وتعالى والشيخ أحمد البدوي إن شاء الله تعالى ربما يلتحق بنا آنفا لكنه طرأ له مانع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون طارئ خير إن شاء الله تعالى لكنه كأنه حاضر معنا وإن كان غائبا لكنه غائب حاضر لأنه في هذه الجلسة سوف يمثله عضو إن شاء الله تعالى وهما فضيلة الإمام سرين بكة عبد الرحمن أحد أئمة في إحدى مساجد مدينة طوباء المحروسة و عنده عدة ألقاب بعضهم يسميه بالمفتي لأنه من أكبر العلماء هنا وربما يتولى الإفتاء عبر أثير غالبا في التلفاز وفي الإزاعات وفي اللقاءات العلمية كما أنه أيضا شيخ وداعية كبيرة جدا ومحاضر دولي ويشرف أيضا على محضرة أو مجلس أصلي للتعليم العتيق هنا في هذه البقعة المباركة كما كان عليه أسلافه وآباؤه الكرام وهو الأستاذ العلامة سرين بكة عبد الرحمن سوف يأتي بعرض وجيز إن شاء الله تعالى عن دعوة شيخنا القديم شيخ أحمد بن بخادم الرسول مؤسس هذه الطريقة المريدية الصوفية السنية إن شاء الله تعالى أيضا كما سيتلوه أحد أكبر علمائنا وأحد دكاترنا معالي السيد الأخ المفتش شام بصوة عبد الرحمن وهو أيضا غني عن التعريف أحد رجالات التعليم هنا على مستوى حكومي وعلى المستوى طوبة أيضا ومفتش أكاديمي هنا ويمكن أن أقول باقتصاد شديد أنه هو المنسق في اللجنة العلمية في تلك زاوية التي زلتمها الآن وهي جامع الطوبة وهو إن شاء الله تعالى سوف يعرف عرض قصير عن مشروعكم الطموح وهو مشروع الخليفة العام للطريقة المردية جامع الطوبة أو مجمع الشيخ الخديم بإذن الله تعالى ومشكل ختام إن شاء الله تعالى ما سوف نأخذه من أفواهكم أنتم ضيوفنا الأعزاء إن شاء الله تعالى تعقيم من فضيلة شيخنا شيخ عمر رجب شيخ عمر محمد رجب ديب النقشة بند الشامي وإن شاء الله تعالى تعقيم الثاني من معالي الدكتور الأستاذ إدريس ربوح إن شاء الله تعالى من الجزائر الشقيقة والقادم من إسطنبول عاصمة الحضارة الإسلامية وبعد ذلك إن شاء الله تعالى يمكن أن نفتح المجال للتعقيم لمدة دقيقة دقيقة إن شاء الله تعالى لبعض سادة الحضور إن شاء الله تعالى حسب رغبتهم وطلبهم وقبل كل شيء أعرفكم بضيوفنا الكبار وإن كانهم مستغنون عن التعريف لأنهم أبناؤنا وأبناء هذه البلد المباركة في مقدمتهم عن يميني طبعا أقول عن يميني معالي السيد الدكتور عمر رجب ديب عمر محمد رجب ديب السوري الشامي النقشبندي والده معروف جدا وكسرة تآليفه بارك الله وكسرة أتباعه أيضا في العالم أنا كم من مرة لتقيت بأكابر أتباعه ومريديه في العالم خاصة في الشام وفي آسيا ومعه سيد سليمان أيضا كذلك من أقطاب النقشبندي في أوروبا ومعنا أخونا أيضا من السودان شيء عمر من مشائخ القادرية في السودان والسيد بدر الدين وطرة من جمهورية ساحل العاج الشقيقة والأستاذ الدكتور إدريس ربوح صديقنا وحبيبنا من إسطنبول عاصمة الحضارة الإسلامية لكنه أيضا من جمهورية جزائر الشقيقة كذلك أخونا وصديقنا أخونا يمكن أن أقول أخونا في الإرادة الشيء إبراهي الشيء إبراهي إبراهي كمال من جانا أكرب من مدينة جانا وضيوفنا الكرام الذين أحمد الله من أهل الدار وفد قادم من المنطقة الشرقية تحديدا من مدينة مكة كلبنطا من الطريقة القادرية إن شاء الله تعالى الشيخ عرفان دابو والوفد الكريم المرافق له إذن هذه هي تشكلة الوفد مرحبا بكم مرحبا أهلا وسهلا يا مرحبا كما قال الشاعر يا مرحبا يا مرحبا من لم يقلها لا جرى ولا هبا لو قيل غير مرحب للمصطفى لكان قول مرحب بكم هبا مرحبا بكم مرحبا أولا وأخيرا على كلها لأعطي كلمة للعلامة الشيخ سليم بكي عبد الرحمن وبعده إن شاء الله يتقدم يأتي السيد الدكتور شام عبد الرحمن إن شاء الله يعرض علينا ما ذكرته آنفا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضيوفنا الأفاضل نتشرف باستقبالكم هنا في دار الشيخ الخديم بإذن من الخليفة العام كما ذكرنا هنا شيخ محمد المصدى القاضي هذه جلسة جلسة مبارك إن شاء الله نستقبل فيه ضيوفا وإخوانا في الله وفي الطريقة قادمين من بلدان مختلفة قطعوا مسافات بعيدة من أجل الله ولله تعالى فاجزاكم الله خير على هذه الخطوات المباركة التي تدخل في تقوية أواصل الأخوة والمحبة بين الإخوان في الله هذه مدينة طوبى التي أنشأها مولانا الشيخ أحمد بامبا مؤسس الطريقة المريدية في السنغال الشيخ أحمد بامبا رجل الدين ولد هنا في السنغال وفي هذه المنطقة بالذات من آباء كلهم عرفوا بالدين الله ابن محمد الخير ابن حبيب الله ابن السعيد ابن عثمان كل هؤلاء كانت لهم زوايا علمية معروفة في هذه المنطقة على هؤلاء تعلم القرآن الكريم وعلى هؤلاء أخذ ما أخذ من العلم الشرعية واللغبية حتى صار بحرا ليس له صاحب في العلم والمعرفة ثم تجول في البلدان واتصل بأهل الله في السنغال وفي موريتانيا وأخذ عنهم وصار يترسم خطاهم حتى وصل إلى ما وصل كبارهم فصار شيخا للطريقة وقبل ذلك مر بالقادرية وتبرك بالشادلية وبالوتيانية ولهذا نسمعه يذكره جميعا ويقول هؤلاء مشايخي يقول مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذلي معه التجالي لأنه أخذ من كل هؤلاء واستفاد منهم قبل أن يقطع الطريقة ليصل إلى ما وصل له هؤلاء الأقطاب فأسس طريقته وهو كما قال الشيخ الخاضي طريقة سنية صوفية جامعة يجمع الشتات ما تفرق في الطرق ولما جاء وجل المكان يحتاج إلى مثل هذه الخطوة فسماه المريدية طريقة المريدين إلى الله مريدين إلى الله ولما سئل عن أس هذه الطريقة قال أس الطريقة الإيمان بالتوحد والإسلام بالفقه والإحسان بالتصوف الطريقة يرتكس أو ترتكس على هذه الأسس الثلاثة ويعتمد في تطوره واتساعه على ثلاثة أعمدة العمود الأول العلم النافع في طريقة علم الشيخ يدعو الناس إلى التعلم ويقول كونوا معا كونوا معا في العلم راغبين لوجه من به يقيم الدين وقد ألف في ذلك كتبا كثيرة في التوحيد في التصوف في الفقه في المجالات الأخرى وهو يدعو الناس إلى الاهتمام بهذا العلم ومن أقواله في هذه النهية ومن نهاكم عن التعلم فهو خليفة العين المجرم ومن نهاكم عن التعلم فنهيه إلى الضلال ينتمي ومن نهاكم عن التعلم فإنما يقودكم للنقم فإنه يقودكم للنقم إذن طريقة علم ولهذا نجد فيه علم أكبار تعلموا منه ومن أتبعه الآخرين حتى أصبحوا بحورا ممكن أن نذكر لهم قائمة طويلة لكم قائمة طويلة من هؤلاء العلماء الذين لهم تأثير قوي في هذه المنطقة بتأليفهم بفتاويهم وما إلى ذلك إذن طريقة علم وطريقة عمل صالح يقول العلم النافع والركيز الثاني هي العمل الصالح والشيخ يقصد بالعمل الصالح ثلاثة أمور الأمور الأول العبادة لأننا خلقنا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم عباد لله فكل ما نتحرك فيه يجب أن يكون لصالح الله أو في لصالح دين الله تعالى يقول إذن طريقة عبادة من يسلك هذه الطريقة اللهم يكون عابدا لله بمعنى العبادة الشاملة ويقصد بالعبادة أيضا كسب الحلال العمل الكسب الحلال هذه طريقة عمل الذين يتبعون الشيخ في طريقته لابد أن يهتموا بالعمل ولهذا نجد الكثير من أعمدة الاقتصاد الوطني هم من أتبع الشيخ لأنهم فهموا وطبقوا تعاليمه في هذه الناحية منهم كبار المؤسسة الصناعية الكبرى أصحابها ينتمون لهذه الطريقة اعتمادا على توصية شيخهم في الاهتمام بالكسب ولكن يقول كسب الحلال ويقول طلب الحلال ولا يقول مجرد عمل لأنه يقيد العمل بالشريعة طلبه يقول التمس الحلال كل ساعة بأكله يبدو الهدى والطاعة وطلب الحلال فرد ينتمي ينتمي لكل مسلمين بغير الوهامي هذا كان يقول ويضع الناس إلى كسب الحلال ولهذا رجفة المزارع الكبرى في السنغال المزارع تنتمي إلى الطريقة ويقصد أيضا بالعمل صالح الخدمة عبادة الله في عباد الله أن تقدم الخير للناس لوحي الله تعالى وبهذه الركزة قام الشيخ وأتبعه بأعمال جبارة هذه المدينة التي تزورونها الآن كل ما في هذه المدينة من إنجازات إنما قامت بناء على هذه الخدمة مريدون يقومون به كل ما عندهم من مال من نفس ومن نفيس هذا على هذا أقاموا هذا المسجد الجامع وعلى هذا يقيمون هذا المشروع الكبير الذي زرتموه اليوم وهناك مشاعر أخرى كبرى هناك مساجد تحتدن هذه المدينة في الوقت الحال أكثر من خمسمائة مسجد جامع تعدى في الجمعة أما المساجد أوخاته صلى الله عليه وسلم أكثر من مئات والمدارس القرآنية تعد بالآلاف الآلاف كل هذه بالخدمة والشيخ أيضا يقصد بالعمل الصالح الأدب المرضي بين العبد وربي بين العبد ونفسه بين العبد وإخوانه في الله من الناس من الخلق أن تكون متأدبا مع الله ومتأدبا مع الخلق ومتأدبا مع نفسه على هذه الأسس بنا هذا الشيء طريقته وكان طريقة سنية صوفية كما سبق أن أشار لها الآن الشيخ مرتضى وخلال فترة زمنية وجيزة أنجزة الطريقة إنجازات هذه المدينة أسست منسو أكثر من قرن ونيف وتعد الآن الثاني بلد في السنغال بعض العاصمة من حيث عدد السكان ومن حيث القوى الاقتصادية ومن حيث القوى الاجتماعية ومن حيث عدد المساجد تعتبر الأول المدينة الأولى والمساجد والمدارس القرآنية في هذه المدينة في كل سنة نجد أعداد كبيرة من حفظة كتاب الله ويكتبون الكتاب أيضا حتى الآن باليد الخط يحفظون عن ظاهر القلب ويستظهرون ويكتبون مصاحف كتبت باليد نجد هنا بكثرة هذا باختصار شديد هي هذه الطريقة التي تستقبلكم هنا في مقر مشاخته مشاختها هذه الطريقة التي طريقة تعتبر طريقة أخوية تعتبر على الأخوة في الله الشيخ المؤسس يقول مشايخي سيدنا الجيلاني من حيث الطريقة وفي العلم يقول أيمتي في الفقه مالك العلي والشافعي والحنفي والحنبلي كل العلمة مشايخي ومن أوامره للمريدين وأما أحزاب الأقطاب ودعوات الصالحين فأزنت لكم جميعا في العمل بكل ما تيسر لكم منها هكذا كان يدعو الناس ويقول فكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحدى سواء انتما إلى الجيلان أو انتما لأحمد التجان أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب هكذا كان يقول ويدعو الناس إلى ذلك ومن أقواله رضي الله عنه المؤمنون إخوتي والمؤمنات لأخوات وحياتي حسنات ولهذا أنما نستقبلكم نستقبل إخواننا في الله لأن الشيخنا أمرنا بأن كل المسلمين إخوان لكم وهو من أوامره إلينا ولا تعادوا من رأيتم فاهو يخرجوا لا إله إلا الله كل من ينطق بكلمة لا إله إلا الله فهو أخ لكم فلا تعادوا هذا بعتقصر أيها الإخوة هي المريدية وهذا هو الشيخها الشيخها القديم رضي الله عنه بارك الله فيكم ما شاء الله الفضيلة الإمام سليم بكي عبد الرحمن فقط أبشركم بأن من ضمن هدايا التي قدمت إلى حضراتكم كتاب بعض من فتاوى الشيخ الخديم وهذا الكتاب جمعه ابننا هذا البار عبد القادر بسو هذا في الريجة إحدى كليات في المملكة المغربية الشقيقة وهو حاصل على سهدت الماجستير الحمد لله ويحضر الدكتورة أيضا مع أستاذ أيضا ما شاء الله هو مؤلف ومؤلف أحد كتب التي يحدى لكم الشيخ بهذا وهل الكتب التي معنا فيها أقوال رباح الشيخ الذي ذكره أكيد 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 موجود هذه الأقوال تدرس بارك الله فيها سيكون فيها محاضرات كثيرة أكيد أكيد إن شاء الله إن شاء الله سيأتي الأخشام لكي يأتي بالعرض الثاني لكن لا دعين جامع المانع كما يقول المناطق يجمع جميع المحتاجات والمحتويات ومانع أيضا لا يدخل ما ليس فيه على كلها نحيل الكلمة إلى ضيفنا العزيز الشياء عمر رجب إن شاء الله ليعقب على المداخلتين القيمتين من فدلة الإمام ومعالي الدكتور ثم دكتور إدريس ربوح إن شاء الله ويمكن أيضا أن نفتح فرصة للإخوة حسب طلبهم إن شاء الله وطعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي عليه في الآخرين وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين حتى نلقاك ونلقاه وأنت وهو راض عنا مولانا رب العالمين بداية لابد لي أن أشكر أخي الحبيب الكبير الغالي جناب القاضي الكبير الشيخ محمد مرتضى على هذا التقديم الطيب المبارك وقبله على هذا الترحيب بوفدنا الكريم بأسياد المشايخ رضي الله عنهم بارك بحياتهم وأيضا لا بد أن أشكر جناب الشيخ الإمام بارك الله في حياته على هذا العرض الموجز الذي فيه البيان الواضح عن سماحة العارف بالله الشيخ أحمد الخديم وأيضا أشكر جناب الدكتور جزاه الله خيرا على هذا العرض أيضا الموجز عن هذه الجامعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون منارة خير وهداية للعالمين حتى لا أطيل عليكم وأفسح المجال لمن بعد جناب الدكتور حفظه الله مبارك بحياته أود أن أتكلم في نقطتين النقطة الأولى طبعا هاتين النقطتين سبحان الله وتأثرت تأثيرا تأثيرا كبيرا جدا وهما فضيلتين من فضائل الشيخ أحمد الخديم رضي الله عنه وارضاه وكله فضائل ما شاء الله الفضيلة الأولى التي استشفيتها من حياته المختصرة التي سمعتها من جناب الدكتور ألا وهي إخلاصه لله سبحانه وتعالى لا نطيل بموضوع الإخلاص لأن الصورة واضحة ففي زمانه رضي الله عنه وارضاه لم يكن هو الوحيد في السنقال كان كثير من الناس من أقرانه أليس كذلك لماذا اليوم يقولون الشيخ أحمد الخديم رضي الله عنه وارضاه ولا يقول باقي الأشخاص الذين كانوا معه في جيله لا شك أن هذا سببه الإخلاص هو كان مخلص في عمله لله سبحانه وتعالى فأطال ذكره هو مثال واضح لا يحتاج لشرح هو مثال مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا أبو بكر كان سيدنا عمر كان سيدنا عثمان وسيدنا علي والعشر بشرين بالجنة والصحابة الذين بلغ عددهم مئة ألف ويزيد رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين ولكن أيضا كان هناك أبو جهل كان أبو لهب كان عطبة كان شيبة كان الوليد كان الكثير ممن عادوا النبي عليه الصلاة والسلام وكان أيضا هناك الكثير من الكفار والمنافقين الذي لا يذكرهم أحد اليوم ولا يعرف ذكرهم أحد ولكن اليوم في كل دول العالم الإسلامية عندما تقول سيدنا أبكر الصديق ماذا نقول رضي الله عنه وارضاه عندما نقول أبو جهل ماذا نقول لعنه الله عندما نقول عطبة وشيبة ماذا نقول نقول سيدنا خالد الميوليد رضي الله عنه وارضاه ما الفرق بين الاثنين الإخلاص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أخلصوا لله فبقي ذكرهم إلى الآن وسوف يبقى إلى قيام الساعة نحن نموت ويأتي أجيال من بعدنا ويبقى ذكر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هذا شيخ أحمد رضي الله عنه وارضاه مثال مأخوذ من حياة الصحابة هو كان وحده في هذه المنطقة هو الذي أسس هذه المدينة كما يقول أخي الكبير الشيخ دكتور مرتضى ماشاء الله محمد يقول طوبة المحروسة ماشاء الله جميل جدا هذا التعبير وكان دعاه مستجاب لعله عندما قالت تلك الكلمة كان وقت إجابة لذلك استجاب الله له تعالى سبحانه تعالى فالشيء العظيم الذي أسسه الشيخ أحمد رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله هو بكل تأكيد هو إخلاصه لا نستفيد بموضوع الإخلاص فكما قلت لكم هي قصة واضحة أنتم عشتموها لثنين طويلة ونحن لمسناها بيوم واحد الأمر الثاني الذي تأثرت به وهو أمر مهم جدا 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 في الطرق الصوفية ألا وهي كما نقولها نحن عندنا في النقشة بندية ذو الجناحين فالطائر لا يطير بجناح واحد والطائرة لا تطير بجناح واحد الشيخ العارف بالله العالم الصوف الحقيقي المزكي المربي هو الذي يكون على منهاج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عنده العلم والذكر عنده الفقه والتزكية عنده العقيدة والروح لا يكتفي بشيء واحد من اكتفى بالعلم فقط ولم يأخذ التزكية والتربية كان رجل جامد لا تستطيع ان تجلس معه لو بقي يعلمك لمدة سنوات طويلة كل يوم فقه وعلم وعقيدة وانت ستشعر بالملل ولو ذهبت للطرف الاخر فكان طول حياتك ووقتك ذكر وتزكية وتربية طب يا اخي ماشي التزكية والتربية تقوي الروح تصف الروح تنقي الروح من الادران ولكن انا متى اتعلم ديني اذا انت يا شيخي ما علمتني ديني من يعلمني هل اذا بي الخوري يعلمني الدين فكمال الشيخ رضي الله عنه وارضاه والكمال للنبي عليه الصلاة والسلام انه حوى هذان الجناحين وهذان الجناحان فكان عالم رضي الله عنه وارضاه وانا اعجبت كثيرا بما تكلم وتفضل به فضيلة الشيخ دكتور جزاه الله وخيرا هذه الاقوال المأثورة من الشيخ عمد الخدين هذه اقوال تذكرنا باقوال النبي عليه الصلاة والسلام وباقوال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني ما شاء الله هذا يدل على علم على فقه على مطالعة على تربية وتزكية هذا بالاضافة الى انه هو شيخ الطريقة المريدية الله اكبر جمع المجد من طرفيه العلم والحقيقة خلاصة الامر وباختصار شديد يجب ان يكون ان تكون حياة سمعت الشيخ احمد الخديم رضي الله عنه وارضاه انموذجا يحتذا به اي يكون ككتاب يقرأ ويعمل به الاجيال القادمة الاجيال التي ستدخل هذه الجامعة الرائعة اهدافها الرائعة اقصامها الرائعة يجب ان يتخرج منها ليس شيخ احمد واحد بل شيوه كثيرة تمشي على هذا المنهاج والله لو تخرج منها النوع الذي يريده رضي الله عنه وارضاه والله لا يبقى في العالم مدينة الا يدخلها الاسلام طبعا في غير المسلمين ولا تبقى مدينة او قرية مسلمة غير متعلمة او متزكية الا دخلها بفضل هذه الاقوال بفضل الله ثم بفضل هذه الاقوال وبفضل هذا الجهد الذي تعب عليه رضي الله عنه وارضاه وانتقل الى الله سبحانه وتعالى وترك من بعده من الكلفاء والمريدين والاحباب يخطفون هذه الثمار اليانعة هذه الثمار الطيبة هذه الثمار الناضجة ولكن ختاما ولا ختاما بيننا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى الواجب علينا نحن جميعا انتم كأحباب الشيخ رضي الله عنه وارضاه ونحن كأيضا احباب الشيخ رضي الله عنه وارضاه ان نسير على المنهاج الذي وصانا ووصاكم به لا يكتفي فقط والله نحن فتحنا جامعة لا يكتفي فقط والله نحن أتنا بالطلاب ان نعلمهم هذه المبادئ ان نزرع في انفسهم وفي عقولهم اقوال الشيخ احمد رضي الله عنه وارضاه حتى هم يقطفوا تلك الثمارات في السنوات القادمة كما قطفتموها انتم في هذه السنوات واخيرا اقول ووجه الشكر الكبير والعظيم لسماحة الشيخ محمد المنتقى رضي الله عنه وارضاه الذي استقبلنا استقبالا رائعا انا وبخدمة سيادي المشايخ رضي الله عنهم وارضاهم وبارك بهم جميعا فاقول باسمهم جزاه الله وعننا كل خير وهذا دليل كبير على حسن استقباله وعلى كرمه وعلى جوده فشكرا له وشكرا للقائمين على هذا العمل وأكرر شكري لأخي وحبيب قلبي الكبير الغالي شيخ محمد المرتضى القاضي بارك الله في حياته شكرا لكم واعتذر على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محمد أحمد رجب لا محمد رجب ديب النقشة بان دي بارك الله فيكم بارك الله فيكم شكرا نحن نحن تعقب التالي إن شاء الله إلى فدرية الدكتور إدريس ربوح من جمهورية الجزائر الشقيقة والقادم من مدينة إسطنبول الصلاة والسلام على أشرف المرسلين الإخوة الأساتذة والدكاتر الأفاضل قائدة العلم الأستاذ القاضي والصديق والمناظل والعامل لجمع كلمة المسلمين الأستاذ محمد مرتضى بوسو أشكركم وأريد أن أشكر من خلالكم كل إخوانكم في الطريقة المريدية في طوبة المحروسة كما نشكر أولا وأثناء وبعدا فضيلة الشيخ المنطقة على ما وجدناه من تلامذته ومن أبنائه من طيب الاستقبال ومن طيب المعاملة ومن إعطائنا فرصة للقاء به والدعاء لنا وللمسلمين لكن ما أثلج صدرنا أكثر وهي هذه الجولة المسائية المتميزة لقد أثلجت طوبة المحروسة صدري لقد أجابت على كل هواجسي كنت أتحدث مع أخي فاروق شيخ فاروق من السودان من الطريق القادرية قلت له يا أخي وكان يبين لبعض عنشطة الطريق القادرية في منطقة الجزيرة بالسودان فقلت له يا شيخ لا تكفي هذه الأمور التقليدية نعم هذا خير كبير لا نريد نسخا من القرآن الكريم فقط نحن نريد جامعات نحن نريد من من يرفع عنها الهم عن هذه الأمة لقد أجابت طوبة لقد أجابت طوبة فهي قدوة الطرق الصوفية وهي قدوة حواظر المسلمين بجمعها بين الدين وبين العلم بين العلم النافى والعمل الصالح والعمل المرضي أو الأدب المرضي شعار لا يمكن أن تجده في أي مكان ثاني لا في جامعة حكومية ولا شعبية تجده إلا في مثل هذه الجامعات إذن فهي التي ستؤسس لنا تؤسس لنا الإنسان المسلم الذي يتزود بالعلم ويكون عاملا ويكون ذو أخلاق إسلامية ذو بعد إنساني لقد أجابت أهداف الجامعة من خلال أهدافها ورؤيتها البعد الإسلامي والبعد الإفريقي والبعد الإنساني فلم يدخر أهل طيبة أهل طيبة نعم أهل طيبة نعم أهل طيبة نعم فهي ذكرتنا بطيبة عندما صلينا المغرب في المسجد العامر والجامع العامر لطيبة ذكرتنا بطيبة ذكرتنا بطيبة لأنها أجواء طيبة فهي محاضرة من حواذ الإسلام كما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة فهاء الشيخ الخديم يبني خديم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني توبة وتصبح من حواضر الإسلام الكبيرة إذن جمعت هذه الثلاثية وأجابت فأقول أن هذه التخصصات الموجودة في الجامعة والتي جمعت بين العلم الشرعي وبين رفع شأن اللغة العربية واللغة العربية هي ليست لغة العرب بل هي لغتنا الحضارية الجامعة لغة جميع شعوب الإسلام لغة الألفي ولغة الأمازيغ والعربي والكردي والفرنسي المسلم وكل المسلمين لغتهم الحضارية هي اللغة العربية فطوبة تعلي من شأن اللغة العربية كما تعلي من شؤون العلوم الشرعية وفروعية هذا من جهة كما أنها حافظت على المجالس والمحاضر وموروثنا الحضار في شمال إفريقيا وهرب إفريقيا والتي أنجبت علماءنا وسادتنا الصوفية وسادتنا العلماء في كل بقاع شمال إفريقيا وغرب إفريقيا حافظت على الموروث واتجهت إلى التحديث والعصرنا والمجالس العلمية والمحاضر لا يمكن أن نتخلى عليها لكن في نفس الوقت لا بد من كليات للشريعة واللغة العربية فالجمع بين الحسنيين هو مراد الجميع بإذن الله وطوبة أجابت عن هذا السؤال الذي نعانينا منه أنه هل نحن مع المجالس والمحاضر أم مع الكليات فطوبة أجابت عن هذا السؤال وأعتقد أن الجامعات والكليات الإسلامية والمحاضر تجد الإجابة عند طوبة هذا في الموضوع العلوم الشرعية كذلك أجابت على حاجة المسلمين وهي أن بدأت بفروع الزراعة والتغذية أكبر مشكلة العالم الآن في هذه الأيام هي مشكلة الغذاء العالم مقدم على أزمة غذائية كبرى كل العالم حتى الدول الكبرى محتاجة حتى الدول الكبرى محتاجة مع حرب أوكرانية المصدرة للحبوب كل الناس متخوفون من عد وجود الغذاء بل هو غير متوفر فالطوبة أجابت على مشكلة أكبر مشكلة لنا نحن كمسلمين أكبر مجاعة أكبر بلاد المسلمين مجاعة هي بلاد المسلمين بداية من اليمن التي تضم ملايين من الجوعة في اليمن بداية من الساحل من البحر الأحبر إلى هدود الأطلسي أكبر فقراء المسلمين وأكبر بلدان المسلمين التي تعاني المجاعة هي الجوار هي النيجر ومالي واتشاد وكل دول المسلمين فطوبة تجيب على ما يجب أن نفعله وهو الاهتمام أبناء المسلمين بهذا التخصص تخصص الزراعة وتوفير الأغذية أعتقد أن الشيخ أحمد الخديم طيب الله ثراه وقدس الله سره عندما جمع أراد أن يحرر البلاد أولا غير الإنسان وكرس قيمة العمل في السينيغالي هذا أهم شيء ونحن نعاني كمسلمين من هذه القضية نحن لا نقدس العلم والغرب عندما استطاع أن يتفوق علينا توفوق علينا بالعلم والعمل لم يتفوق بأي شيء ثاني فهذه سنة الله الغالبة في جميع الأمم والحضارات إذن الشيخ أحمد الخديم طيب الله ثراه وقدس سره الآن أقول يتنعم في قبره بإذن الله تبارك وتعالى ليتنعم لأنه يرى هذا الرجل البسيط الذي نره في هذه الصورة البسيطة استطاع أن ينجي بهذه المدينة والآن كل العالم سيأتي إلى طوبة أكيد تباعا ليرى هذا المشروع الحضاري أنا لا أقول جامعة أو مجمعة هذا مصطلح بسيط لا يليق به بل هو مجمع حضاري يحافظ على الهوية الحضارية للسينيغال والمسلمين الأفارقة عندما نعلي من شأن الإسلام ومن شأن اللغة العربية التي أراد لها الكثير أن تتمس يتمس الإسلام وتتمس اللغة العربية فالجامعة أجابت عن كل هذا فضلا على بقية الفروع الفروع الطبية والفروع الأخرى والمعاهد ومواحد الحرف التي أنا لاحظت في السينيغال عندنا ذهبنا ربما ألف كيلومتر ذهابا وأي يبا من داكار إلى شرق السينيغال ثم عدنا ما لاحظته هو انتشار الحرف عند السينيغاليين فهم شعب كما يقول أهل الشام شغيلة يشتغلون يشتغلون تجدون في الحرف النجارة يعني شعب يشتغل ليس شعب كسلان وهذا مهم جدا وأكبر الدول تحتاج دائما أصحاب الحرف حتى الدول الكبرى تحتاج إلى أصحاب الحرف فهذا شيء إيجابي جدا كل التخصصات إن شاء الله جيدة نتمنى أن تقتد الجامعات الإسلامية نفس القدوة لا تكتفي فقط بالعلوم الشرعية وأن يمتد خيرها إلى بقية التخصصات وفي الأخير أجدد شكري للإمام الشيخ الخليفة العام المنتقى على كرم الضيافة لي ولجميع إخواني الوفود التي جئنا وفد واحد مختلف بقاع الأرض ومن آسيا وإفريقيا هذه الوفود التي جاءت للسينيغال لتتزود من روحانيتها ومن علمها ومن إنجازاتها نسأل الله تبارك وتعالى لطوبة المحروسة ولكل السينيغال ولجميع بلاد المسلمين النهضة والرقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلي وصعب أجمعين نحن نكتفي من غال أخواننا ولكن نقول لكم يا أهل طوبة طوبة لمن سهرة بين الليل لعيناكم وبيتوا طرعوا في حب مولاكم وطرى نجوم الليل مجتهدا خوف الوعيد وعين الله طرعاكم جزاكم الله خير على الأمب الإسلامية وشيخكم نهنيكم وهنيا لكم جميعا وربنا نكرمكم بجهة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونكتفي بذلك أفضل إذا تكلم بالعربي مشكن نعم 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 الحمد لله وشكر لله عوضو بي شكرا الله شكرا الله عوضو بي الله اسم يعليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام التامن يكملن يلا سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين نسال الله عزو يجل دعوه أجمعين من الشيطان الرحمن 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 الرحيم المعزيات سبحانه عن الناس سيدنا شهير أحمد الخدم والموji رجل الراسير الراقب الراقب رجل رجل الراقب رجل الراقب رجل science plus spiritualité égale comportement l'homme qui rassemble cela est un Arifbillah l'homme qui inspire cela est un Arifbillah et l'homme qui sème un arbre qui est capable de reproduire cet exemple est un Arifbillah et en France il est connu chez nous par les ouvrages qu'il a écrits parce qu'il était une plume et son djihad rappelez-vous comment il dit que j'ai fait le djihad et la guerre sainte pour le Sénégal par la plume et la pensée n'est-ce pas n'est-ce pas est un exemple de cela un exemple où et la science et les comportements et la spiritualité a amené le comportement nous qui sommes leurs fils les fils spirituels de Cheikh Ahmad al-Khadim ou de Cheikh Ahmad al-Farouq al-Sarindi qu'est-ce que nous devons retenir d'eux ? qu'est-ce que nous allons dire après eux ? Allah il est témoin il est mes yeux ma vie est mon coeur il n'y a pas un mois sans que je demande à Allah ya Allah fais que le Yom al-Kiyama le Cheikh soit étonné de ce que j'ai fait après lui comment ça étonné ? étonné du amal que j'ai fait après lui étonné du akhlaq que j'ai fait après lui mais comment est-ce que je peux faire un akhlaq ? cher Abou Bakr cher Omar Mohamed Rajabdib nous disait ce travail qu'il a fait est parce qu'il faisait partie de le Mokhrisin le Mokhris le Mokhris le Mokhris le Mokhris c'est lorsque ton coeur est purifié et que ta science se met à service de ton coeur dans ton action est-ce que nous serions des... est-ce que nous allons être Yom al-Kiyama ses fils si nous avons oublié une des trois composantes les trois doivent être présentes et quant à Taouba tout à l'heure avec Sina Mohamed Mottarda quand on a visité le nouvel... le nouveau complexe Soprana Rassim il n'y a pas qu'une Zawiya pour la Rohaniya il n'y a pas qu'une Koliya pour l'Ilm il y a l'ensemble Sina Mohamed son université et l'université du comportement issu d'une science claire et d'un coeur saint Sina Shirajab nous a enseigné ceci et je finirai là-dessus parce que Wallahi mes frères tout à l'heure je disais lorsque nous étions à la mosquée je ne connaissais pas cette ville mais Wallah je ne suis pas un étranger ici il y a le même parfum qu'est le parfum chez mes chouyours le même écoutez ce propos de Sama Toshir Rajab Dib dans ses leçons sur le Suluq il dit la différence qu'il y a entre le Alim et le Arif Billah où elle est ? le Alim qui n'a pas fait Taskiyatun Nefs il éclaire son Ilm avec le feu de son Nefs il éclaire son Ilm avec le feu de son Nefs il est inutile pour lui et inutile pour les gens et pendant des décennies il reste dans des discussions futiles sans que ni lui ni les gens ni sa société avance est-ce que cela était Sina ? est-ce que cela était l'exemple de Sina Ahmad Al-Khadim là ثumma là ثumma là et Sina Sherajab finit en disant et qu'est-ce que l'arif Billah ? l'arif Billah oua alim zil al-jalahin comme tu as dit c'est dire Habib oua al-alim oua al-arif Billah nefsou mafi oua bi-ruh et par son esprit il éclaire la science qu'il a pas parce qu'il veut dans le tasawuf l'arqaïde dans le tasawuf on dit al-walim oua il est le fils de son temps tu n'éclaires pas la science de ce que tu veux ou tout ce que tu aimerais que les gens font non ton tasse qui a ton neuf ça a mis ton neuf en dessous de ton pied et Allah t'inspire au travers de ta science ce qui est utile pour toi utile pour tes gens et utile pour ta société nous serons leurs fils si nous prenons le même chemin nous serons des traîtres si nous nous devions de ce chemin l'assadeqin مع l'assadeqin l'assadeqin مع l'assadeqin l'mukhrisin مع l'mukhrisin Allah l'assadeqin ennambit l'assadeqin avec l'assadeqin la l'assadeqin la s'alama m'il la la وأقول لكم أنتم خير مثال لخير الرجال لقد غرست قصة الشيخ في نفوسنا ثورة وقوة وأنخضت فينا أحلاما كثيرة لأن الناس في دولتنا وفي زمننا يقولون إن الصوفيين لا يدرسون ولا يتعلمون إنما هم متمسكون بأقوال وأباطل ولكن الشيخ يعني أعلمنا أن الصوفية طريق علم وطريق أمل كذلك طريق أدب مغضي لأن نسأل الله أن ينور قبر الشيخ وأن يقدس روحه كما أشكركم أيضا على أعمالكم الجبارة وأطلب منكم أن تكون هذه الجامعة مفتوحة لكل ناس وأطلب منكم أيضا أن لا تخفوا أن شروط الالتهاق بتلك الجامعة إن شاء الله تعالى ربما سينفعنا كثيرا في غرب إفريقيا هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سوال الله وعليه وعليه وصحبه 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 الحمد لله رب العالمين in fact we are very very happy to be here in Senegal to be here in Tuba إن شاء الله I give my famous thanks to our father or maybe our grandfather Sheikh Sir Muntaka Mbeki and the rest of the family of Sheikh Ahmed Bamba and to the big big ulama like my Sheikh Sheikh Murtada Mbosu and the rest who have been very good towards us I mean the hospitality we find ourselves in in Tuba here it is more than our I mean it has beat our imagination this is something that we don't normally see around the world but alhamdulillah and to my noble shayukh who came all the way from Europe all the way from Asia just to come to Africa for the ziyarah alhamdulillah may whoever is going back home may Allah let them all go back home safely alhamdulillah and alhamdulillah Sheikh Al-Hadim for the lalhamd this shows that the struggle that he did with the France I mean with the France have not been in vain the aim of Sheikh Al-Hadim was Islam to be strong to go far to be the largest religion in Senegal and alhamdulillah Sheikh Al-Hadim has got that when we came here we saw a whole lot of things we didn't see cigare we didn't see alcohol which is I mean even how the family did this is just beat our imagination we know that it is by the barca it is by the karama of Sheikh Al-Hadim that they that they attained this thing what we want to say is that alhamdulillah those khuddam and those people who are doing everything safely who are working day and night to make this our holy city a city of security a city of learned a city of our sophism may Allah bless them and may Allah give them the strength and the health so that they will continue doing it alhamdulillah we visited the site that 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 building the university alhamdulillah we just prayed that may Allah let this university to be open in our sight inshallah this is the letter that I will have to say wa akhiri dawana an alhamdulillah rabbi lalamin shukra wa zakum allah khayran kassira ikhwanina shukran 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 inshallah shukran shukran روض الرياحين روض الرياحين عندنا هي الجهة العليا المسؤولة أو المكلفة عن شؤون العلمية والثقافية والدينية وهي التي ترعى هذه المؤسسة التي كنتم فيها وهي جزء من الخلافة العامة للطريقة المردية لأنها تأخذ أوامر من الخلافة العامة إن شاء الله سوف تسلم لكم إن شاء الله هذه الهدايا بإذن الله تعالى شكرا وسائر مشايخنا وسائر المسلمين بإذن الله تعالى شكرا 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 شكرا